بعد سلسلة من مشاورات مع الأطراف المعنية عقادة الأمام المتحدة والوزارة المكلفة بشؤون العام والحكام اليوم بالرباط المنتدى الوطنية لعرض نتائج المشاورات الوطنية بشان الأهداف التنموية لما بعد 2015 المشاورات اضطرها شعار المستقبل الذين اطمحوا إليه منذ حوالي 15 عاماً تغير العالم وتغيرت معه تطلعات الناس والمغرب لا يعد في ذلك الستناء فالكثير من الأشخاص اصبحوا اليوم يرون المستقبل برؤية أخرى وهذا سيعطي دفعة جديدة لعمل الحكومة وهو ما سيمكننا كذلك من مقارنة التوجهات المستقبلية على مستوى برامج التنمية ومحاولة ملأمتها مع تطلعات السكان والمؤسسات التي تمت استشارتها ويتمثل الغرض الرئيس من هذه المشاورات في استطلاع عراء المواطنين في القضايا والتحديات التنموية كما يهدف إلى تعبية شراكات قادرة على إغناء الأجندة التنموية لما بعد 2015 اعتمدنا في المغرب منهجية الاتصال المباشر مع السكان لمعرفة رأيهم وأولوياتهم وكذا طموحهم بالنسبة للمستقبل الذي سنعيش فيه جميعا بعد 2015 سواء في المغرب أو في العالم أجمع وفي هذا قمنا باستشارة مجموعات مختلفة من مسؤولين وشركاء في المجتمع المدني وفي القطاع الخاص كما قمنا بجولات في الأقالي مستمعنا خلالها إلى النساء في الواحات فضلا عن الأشخاص في وضعية الهشاشة النتائج النهائي للمشاورات الوطنية في مختلف أنحاء العالم ستسهم في إغناء التقرير الأممي حول مستقبل التنمية لما بعد 2015